كيف تختطف مرأة من وسط الشارع؟ تخرج من منزلها لكنها لا تعود هذا هو حال بعض الفتيات في منطقة سيطرة ميليشيات الحوثي بعد أن أصبح اختطاف الفتيات ظاهرة مؤرقة للجميع سواء بالعنف والمداهمات أو بالاستدراج أو من على الباصات يتم ارتكاب الجريمة واختطاف الفتاة لتبدأ معها رحلة الأسرة المغنية في البحث عنها وعادة ما يصاحب اختطاف الفتيات الكتمان الشديد إذ لا تستطيع بعض الأسر الكشف عن اختطاف الفتيات إيمان البشيري واحدة من الفتيات المغيبات لأكثر من شهر قبل أن تفصح أسرتها أنها محتجزة في إدارة المباحث في مذبح بصنعها تقول المعلومة إن أسرة البشيري تتعرض للابتزاز إذ تطالبها ميليشيات الحوثي بدفع مليون ريال يمني مقابل الإفراج عنها وفي مديرية مقبن بتعز قامت ميليشيات الحوثي باختطاف فتاتين بعد قتل شقيقهن بتهمة التخابر مع دول خارجية وتفجير المنزل أوفا النعامي إحدى النساء التي اختطفتها ميليشيات الحوثي لكن اختطاف أوفا التي تشغل منصب مديرة شؤون اليمن في منظمة سيفرورد البريطانية أعقبه حملة استنكار وتنديد واسعين محليا ودوليا انتهى بالإفراج عنها مثل أوفا الكثير من الفتيات اللائي لم يجدن من ينتصر لهن أو يطالب بالإفراج عنهن جرائم اختطاف النساء في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا التي ازدادت فيها حالات اختطاف الفتيات باتت ظاهرة تستفز مشاعر اليمنيين الاتهامات تقول إن هناك عصابات منظمة من قبل نافذين في الأجهزة الأمنية الحوثية منها ما تحدثت عنه منظمة مكافحة الإتجار بالبشر قصص تروى هنا وهناك عن جرائم اختطاف النساء لتكشف عن ظلمة حوثية تمتد لتتجاوز انتهاكات الميليشيا ضد اليمنيين يمتلك الحوثيون قدرة هائلة على ارتكاب الجرائم وتحويل شوارع العاصمة إلى غابة منفلتة بلا نظام وتحويل الدولة وأجهزتها الأمنية إلى وكر للجريمة وممارسة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر